جرت العادة بالوفود القادمة إلى غزة أن تحمل طابعها الرسمي لكن هذا الوفد المغربي كانت جهوده من ألفها إلى يائها شعبية بحتة صحيح أن زيارة جلهم هي الأولى للقطاع لكن مساعداتهم لم تنقطع عنه على مدار 12 عاما كما يقولون قررنا في المغرب بعد الأخذ والرد بين الجمعيتين أنه يكون تمثيل الجمعيتين ويكون عدد من الأطباء والمجموعة التي تتشمل 12 شخصا ولعل الأهم في هذه المساعدات الطبية التي وصلت مستشفى العودة شمال قطاع غزة أنها جاءت بأدوية غير متوفرة وحسب حاجة القطاع الصحي هنا هذه الأدوية ستكون لها مدلول وشيء بنفوسنا لأن هذه الأدوية جاء إلى مساعدة الفقراء من أبناء شعبنا المحتاجين من أبناء شعبنا جاءوا ليكسر الحصار أيضا لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وبلغت قيمة هذه الأدوية نحو 100 ألف دولار ووعود من الوفدي بالمزيد قافلة العزة من المغرب إلى غزة بعضة طبية جراحية تضامنية لمساندة القطاع الصحي الفلسطيني لم يقتصر الأمر فيها على علبة دواء بل إنه تجاوز ذلك ليلامس البعد الإنساني ففي لمسة وفاء من الوفد المغربي قبل المغادرة أراد خلط دمه بالفلسطيني من خلال تبرعه بوحدات الدم فانتصرت مشاعرهم الإنسانية على ما جاءوا من أجله الحمد لله إننا توقفقنا في العبور إحنا صريرنا كتير لما دخلنا لغزة تأثرنا كلنا بمعبر رفاح يعني في بعض مننا يعني بكى للعبور وهذه أشياء يعني تحوز في أنفسنا يعني وتقوينا أكتر الجمعية يعني مش أول مرة هذه بتساعد غزة بس هي أول مرة بننظم حملة لكسر الحصار وإلى جانب ذلك وصل مع وفد العزة المغربي عدد من الأطباء المختصين لإجراء بعض العمليات الجراحية على مدار أربعة أيام فترة زيارته المحددة محمد صبح قناة الكتاب الفضائية شمال قطاع غزة